موسيقى أكد وزير التجارة وتلقية الصادرات الطيب زيتوني أمس على ضرورة استئناف النشاطات التجارية بعد يومي عيد الفطر لضمان تفادي أي اتراب في تموين السوق الوطني محدراً التجار المخالفين من العقوبات الصارمة التي تنتظرهم كما أكد أن مصالحه سخرت أكثر من خمسين ألف تاجر لضمان المداومة خلال يومي العيد وأكثر من ألفي عون لمتابعة تنفيذ المداومة من طرف التجار وتكليف أكثر من خمسين ألف محل تجاري وتكليف أكثر من خمسين ألف محل تجاري لضمان توفير كل المتجات للمواطنين موزعة على عدة قطاعات منها مواد غدائية مخابز خضر وفواكه وباقي النشاطات وأضاف أن مصالح قطاعه ستتخذ إجراءات ردعية للمخالفين تتراوح بين غلق المحلات والغرامات ودعى المواطنين للمساهمة في مراقبة فتح المحلات والاستماع لشكاويهم بخصوص الوفرة والتموين خلال أيام العيد أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المتجات البترولية نفطال عن توفير جميع المواد البترولية لزبائنها عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها خلال يوم العيد وستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها التي تبقى مفتوحة على مستوى كل القطر الوطني ليلاً ونهاراً أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنها وضعت برنامجاً خاصاً بمناسبة عيد الفطر وهذا بتدعيم القطارات بعربات إضافية للتكفل بنقل المسافرين في أحسن الظروف على أن تعود حركة السير عادية حسب البرنامج اليومي ابتداء من ثاني يوم من أيام عيد الفطر كما أعلنت شركة استغلال ترامواي سي ترامب أن النقل عبر ترامواي سيكون متوفراً يومي عيد الفطر المبارك من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً أفدت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بأن العمليات الرقابية مكنت من حجز مواد غذائية واسعة الاستعلاك كانت محل المضاربة غير المشروعة وتم تسجيل 120 ألف تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش خلال 20 يوم من شهر رمضان ما أسفر عن حجز 1690 طن من مختلف المواد الغذائية بقيمة 100 مليون دينار جزائري أعطى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني لمضاراء التجارة وترقية الصادرات الولائيين والجهويين تعليمات على ضرورة تبسيط كل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية ورقمنتها ودع في هذا السياق إلى إنشاء منصات رقمية محلية خاصة بالتجارة الخارجية على مستوى كل الولايات من أجل زيادة الفعالية في معالجة الطلبات وتكريس مبدأ الشفافية كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية لعملية الاستيراد خاصة بعد رصد عدة مخالفات تتعلق بجلب مواد للبعي على الحالة من الخارج تم تخزينها من أجل المضاربة من بين حليب الأطفال وقطع الغيار وبعد الفواكه كما أكد أن دائرته الوزارية تسعى إلى توفير الموز في السوق بالكميات الكافية ومحاربة المضاربة في هذا المجال وذلك من خلال مراقبة أماكن التخزين وتطهير قائمة مستورد هذه المادة من المتعاملين الذين قاموا بالتلاعب برخص الاستيراد في إطار التحذيرات المتواصلة لموسم الحجي 2023 أعلنت وزارة النقل عن تدعيم بعض المطارات الوطنية بنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة وسيتم برمجة رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولاية الأغواط والجلفاء وولاية أضرار وتميمون نحو البقاع المقدسة اتفق الرئيس الموديل العام لسوني القاز موراد عجال مع سفيرة الدنمارك بالجزائر على تنظيم لقاءات دورية وورشات عمل مع خبراء دنماركيين في مجال الطاقات المتجددة من أجل تبادل الخبرات ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية كما بحث الطرفان فرص مشاركة الشركات الدنماركية في تنفيذ مشروع الألفين ميجاوات من الطاقات المتجددة مع إمكانية الاستعانة بخبرة مملكة الدنمارك فيما يخص إنتاج الكهرباء عن طريق الرياح أعلن مجمع سونطراك عن برمجة عمليات الانتقاء والترتيب للمترشحين التي تستوفي فيهم شروط التوظيف والذين تم نشر أسمائهم على مستوى وكالة التشغيل لولاية إليزي في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023 بدءا من الخميس وإلى غاية الفاتح ماي المقبل وتهدف هذه العملية لسد احتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها الإنتاجية في المنطقة حيث تحتاج الشركة إلى 199 منصب عمل شاغر قال رمضان العرب المختص في التصدير الذي نزل ضيفا على برنامج اقتصاد الميلتيميديا إن مصادقة الجزائر على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية بدأ يتجسد تدريجيا على أرض الواقع مع إعلان عدة بنوك جزائري عن فتح وشيك لفروع لها في بلدان من القرى الإفريقية وشدد رمضان العرب على أهمية المعابر الحدودية قائلا أنها تفتح آفاقا اقتصادية كبيرة كما تسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية وخاصة بلدان الساحل عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريطانيا حاليا في البداية حاليا أو كان الجزائر كان من البلدان اللي رمسنيا ويعني الاتفاقيات هذو تاع الفضاء الحر بين الدول الإفريقية يعني رو يدخل في التجسيد تدريجيا وتتحسن الأمور حتى يعني في الميدان البنكي يعني قريبا كان يعني بلوك جزائرية رح تحل في البلدان الإفريقية رح تحل يعني مكاتب هناك ويعني يكون أسهل تعامل يعني العلاقة التجارية أنه ما يخفى لكش في الإفريقية ساعات يعني كان صعوبة تسديد ولكن يكون يعني البنوك الجزائرية في هذه البلدان يعني تسهل الأمور وثاني كان حاليا يعني كان خطراء وكان بلاد جديد يعني الخطوط الجوية الجزائرية يعني تقدير خط جديد لهذه البلدان وهذه الأمور هي اللي تحسن يعني التجارة تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين وأن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية من إجمال مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم ستقفز من 10% إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030 ويخطط مصنع السيارات في العالم لضخ استثمارات بقرابة 1 تريليون دولار عام 2030 ويمتل هذا في زيادة الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية التي تعد المكون الضروري والأغلى ثمنا والتي تمثل حوالي 40% من تكلفة السيارات الكهربائية تتقاسم الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة قائمة مدن العالم العشر التي يعيش فيها أكبر عدد من الأثرية وتتصدر نيويورك الأمريكية هذا التصنيف بـ 340 ألف مليونيرا تتجاوز ثرواتهم مليون دولار متبوعة بالعاصمة اليابانية توكيو بـ 290 ألف و300 مليونير وجاءت الواجهة البحرية لسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة أيضا في المركز الثالث بـ 285 ألف ثريا ثم لندن البريطانية بـ 258 ألف تريا وسنغافورة بـ 240 ألف مليونير وفي المركز السادس لوس أنجلس ثم هونغ كونغ ثم بيكين ثم شانجهاي وسيدني بأستراليا بيع هيكل عظمي لواحد من ديناصورات التيراناصور ريكس العملاقة التي كانت تجوب الأرض قبل 67 مليون سنة بسعر 5.5 مليون فرانكس سويسري هذه هي المرة الأولى في أوروبا والمرة الثالثة على المستوى العالم التي يتم فيها عرض هيكل عظمي كامل لريكس بجودة استثنائية في مزاد علني وبيع هيكلان آخران لتيكس عثر عليهم في أمريكا الشمالية وهما الهيكل سوء الذي بيع بسعر 8.5 مليون دولار عام 98 وتسعمائة ألف وسطان بسعر 31 مليون دولار عام 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر